أنا دار أعلق في دقائق سريعة لأنه الزمن فات ونحن تأخرنا عن مسألة أطلقوها العلمانيين الأيام دي بيسموها فيمانيزم يعني الأنسوية يعني وإنه القيادة والولاية تكون للمرأة وليست للأب وليست للأم إنما الولاية تكون للبت أو للزوجة على زوجها ما تكون للرجل أصلا أو للبت على أبوها وعلى أمها وفي بنات الأماد مطلوبات من العلمانيات رافعين الشعار دوما لنبيو الفيسبوك ووسائل التواصل في الإنترنت وغيرها أول حاجة جماعة الكلام ده مضاد ومعارضة للقرآن الكريم لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الولاية والقوامة للرجل في البيت وليس للمرأة وليس لبنتها قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالرجل هو القيم كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال فالرجل في بيته هو القيم على المرأة وهو سيدها هو سيدها دي ابن كثير جاب برضو من القرآن في سورة يوسف قال تعالى واستبق الباب إلى أن قال تعالى وألفياء سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم الشاهد في قول تعالى وألفياء سيدها لدى الباب فربنا قال في القرآن عن زوج هذه المرأة التي راودت يوسف عليه السلام عن نفسه قال عنها دا سيدة زوجها في الباب دا اللي هو في الباب دا دا سيدة فربنا سمى الزوج سمى وصف بأنه سيد المرأة أشكد ابن كثير قال في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء قال فالرجل قيم على المرأة وهو سيدها كيف يقول لك يا أخيبك سيدي الله قال كده ما هو الله الخلق المرأة وربنا الخلق البت وربنا خلق الرجل وقد قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وربنا ما خلق الخلق ساكت عبث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق إنه يكون خلقنا عبث ربنا خلقنا بحكمة قال تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر وقال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر فربنا لمن خلق الرجل وجعل الرجل هو القيم والسيد والقوام بيد على المرأة هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى فأي إنسان كان بيد شيوعية ولا علمانيين ولا مجارما دارين يغيروا الآيات دي فما معرض لنا نحن وقل لك نحن ضد الإسلاميين لا أنت ضد رب العالمين أنت ضد رب العالمين وكلمة إسلاميين اللي يكصد بها الأحزاب الإسلامية نحن ما أحزك نحن منهجنا على الكتاب القرآن والسنة بفهم السلف الصالح وما بنخل العلمانين دار كل كله أي باطل إن شاء الله وبحول من الله وقوته يقول في البلد ولا في أي بلد نحن بنصد له طوالي هذا من الكتاب وقد قال تعالى أيضا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فالمرأة لا تعلو على الرجل لأن الله قال كانتا تحت عبدين من عبادنا وتحته ما معناته تحت كراعه لأن ما يجي علماني يقول القرآن قال للمرأة تحت كراع الراجل وأنا الكراع يا بكر عين انت الآية ما قالت تحت كراعه الآية قالت تحته يعني تحت وليته وتحت سيادته وتحت قوامته لأنه البيت لابد فيه من سيد وشوف من تنقض العلمانيين السفه ديل إنه بيقول لك لا يسقط الحكم الأبوي أنا لو كن حاكم في البيت يعني في النهاية هم دايرين حاكم في البيت ما الراجل قال لي واشنا جماعة المرأة والغرض من الكلام ده الغرض من الكلام ده ما إنه دايرده مرأة سيادة ولا ما سيادة دايرين البيت تطلع ما تقول له أبوانا طالعه تبيت برة ما يعرف بيتت معايات علماني ولا معايات شيوعي ولا معايات سافل دا الغرض كله شكد العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال كل الذين يدعون إلى تحرير المرأة إنما يريدون من تحت هذا الشعار تحرير المرأة شعار حرية المرأة شعار المساواة بين المرأة والرجل يريدوا شنون نازل دايرين حاجة واحدة إنما يريدون أن يشبعوا شهواتهم من المرأة دايري أصنبس دا خلاصة الموضوع الناس اللي يقولوا حرية المرأة والمرأة الساوية بالراجل والقوامة تكون عند المرأة دايرين المرأة بيت تقدمها تمسكها في البيت بيت تقع حجباته جميلة طوال يجي معطة من يدها ويجر يمرك بها برها يفعل فيها ما أراد تلب الحرام ما تشتغل بها تطير ترك تسافر من هنا ليه باريس تجيك بعد عشرين سنة بدون زواج ما تسأله دا الغرض كله دايري يشبعوا شهواتهم من المرأة يا جماعة أوها كم تتغشوا تحت هذه الشعارات مساواة المرأة وحرية المرأة وما عرف ليك يسقط الحكم الأبوي الغرض من الكلام دا إشاعة الفاحشة والدعارة والزنة وعين بلدان العلمانين في العالم في العالم بره أمشي أمشي أوروبا أمشي غيرها النساوين بيعرضون في البترينة زي الباستر عريانات مرة واحدة واقفات طويلة دي قصيرة دي شمينة دي ضعيفة في قزاز وفي أنوار بتولع كتشك 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 والمرة واقفة كده إدارة داخلية واقفة كده عريانة ونفكوا مرة واحدة دا دايرين والعلمانين يا ناس ودا دايرين حربوا بيو الإسلام ليه لأن العلمانين أصلا كأعداء للدين أصلا دايرين يشوفوا الضربة بتوجع الإسلام والمسلمين بيوين وهي هات لهم الإسلام محفوظ إننا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون لكن دا فهمهم كده أنا بتكلم عن فهمهمهم فعاينوا قالوا نحن لو خلينا البتة المسلمة دي وصلنا مرحلة تلبس شورت تلبس ردة وتكون فاكة ويتحاضنوا الأولاد ويقبلوا بعض قدام المسلمين قالوا كده بندمر الإسلام في قلوب المسلمين ودي حقيقة لو النسوان دا لتفكن الإسلام ما بتدمر لكن غالب المسلمين ممكن يتدمروا وده الدائرين والعلمانيين والشوعين عداء الدين والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الحتة دي من زمان قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء الفتنة للا كثيرة ولما كثيرة وأنواع كثيرة والفتنة كثيرة لكن ما في فتنة بالضرني أنا كرجل وبالضركم أنت جميعا كرجال زي فتنة المرأ إطلاقا ما بفتنة بالضر الرجل حتى لو كان مسلم حتى لو كان مؤمن موحد إذا أطلق العنان وأطلق شهواته ما في فتنة بالضر يا جماعة زي فتنة شنو المرأ أشكد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حذرنا قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وللأسف الدعوة دي ذاتا بناد بئها الأحزاب الإسلامية والإسلام ما في أحزاب لكن زي ما هم بيسموه وده باطل ذات التسمية دي لأنه ربنا حرم الأحزاب دي كلها ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا يعني أحزاب وجماعات بقوا أحزاب وكانوا جماعات وأحزاب لست منهم في شيء ما تدخل معهم ولا تسمع لهم ولا تتعلم منهم الغريب إنه بسموهم الأحزاب الإسلامية دي ذاته الليلة بيدعو لحرية المرأة ذاته الصادق المهدي بيدعو لحرية المرأة بل قال نوافق ونؤيد اتفاقية السيداو اتفاقية السيداو دي شنو اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز بين المرأة والرجل المرأة تحيط انت برضو لازم تحيير والله ما هو قاله أشكال القضاء على جميع أشكال شنو التميز وإلا ما يكونوا صادقين يا ناس ما في بشر ولا في جن يقدر يساوي بين المرأة والرجل المرأة بتحمل العلمانين دي بيحملوا المرأة بتحيط المرأة بتكون في النفاس المرأة بتردع انت اسمع البوب بتردع ولا شنو بتردع ما تستطيع يا أخي ربنا قال وليس الذكر كالأنسة يا الله قال ليس وليس الذكر كالأنسة دي قالوا لا لا واحد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة بين المرأة والرجل حتى صادق المادق قال نوافق وقال قضايا الميراس وأنصبة الزكاة قال الآيات الفي القرآن الجات فيها دي ينبغي راجعوها أشان تأخذ المستجدات في الحسبان أما اتفاق السيداو القضاء بين أشكال التميز بين المرأة والرجل والمساوى الكاملة بين المرأة والرجل في كل شيء دي فيها جوة اللواط إنه الراجل ممكن يعرس راجل أما بعد فقد غبلت زواج موكلتك موكلتك محمد أحمد جاد الله من موكلي عبد الحفيظ جادين على كتاب الله على كتاب العلمانين وسنة إبليس اللعين وكذا دي خلاصة العلمانية يا ناس ما تتخدعوا ساكت يا ناس ما تتخدعوا ساكت دارين والله الذي لا إله غيره والعلمانين دارين يضيع الإسلام ويضرب الدين فانتبهوا لكننا أبشركم برضو سلفنا الصالح لأنه كلام من الكتاب والسنة كما قال سحنون من أئمة المذهب المالك رحمه الله قال إن الله إذا أراد دي بشارة بشركم بها إن الله إذا أراد قطع بدعة أظهرها بعد ذلك بتنقطع فالعلمانين الآن العلمانين الآن مش ظهروا ويصبوا في الدين ويصبوا في الإسلام ويقولوا تسقط الشريعة الإسلامية ويقولوا تصف الشريعة ويقولوا زي ما قاعدوا انتقروا في الفيسبوك والواتب وغيره من العلمانين والعلمانيات والشيوعين والشيوعيات طالما ظهروا الكفر بتاعهم معناته ربنا داريكت على الكفر بتاعهم ده وما حد قم لهم غايمة تانية أبشركم بإذن الله سبحانه وتعالى ومن الفوائد إنه زمان لما نتكلم عن العلمانين ونقول العلمانين والشوعين والليبرالين أعداء الإسلام في ناس من الشعب ذاته السوداني يقول لك لا 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 العلمانين ده الناس علم وتكنولوجيا أهو ده عرفتهم الليلة شفتهم ولا ما شفتهم شفتهم ولا ما شفتهم قريت كلامهم ولا ما قريتهم كلام كل كفر وإلحاد بالله سبحانه وتعالى فأمسكوا في يدينكم قوي ونحن الحمد لله ماذا يا السرورية بتاع تفجيرات وعمليات إرهابية لا 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 نحن بننجمك بالكتاب والسنة بلسان ندع وده بحرقك أكتر من التفجيرات ذاته لأن الجماعة الإرهابين اللي بفجروا ديل قل لك العلمانية ظهرت أرح نفجر وأرح ندمر وأرح نسوي ده بخل العلماني يتمسكوا بعلمانيتهم زيادة لكن الحج القوية بالكتاب والسنة ديل بتدمغ الباطل كما قال الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا شكد العلمانين الليلة انتبهوا للحطة دي برضو عرفوا إنه الحجة اللي هي من الكتاب والسنة وحجة دي السلاثين دي هي أقوى سلاح بحاربهم مين الليلة يقول لك دي المضطرفين عملنا شنو مضطرفين تعال ورينا موج عملنا ديقين ها موج عملنا ديقين أو دك الفنانين الأمريكان الكفار عندهم دقون ناس مين راسته ومين تباك ومين غيره مجل بيتنا قصيرة أو داك مايكل جاكسون كان لحد ما مات البنطلون بتعود نصف الساق هو ما مسلم كافر لكن اتخذ موضع ونحن اتخذناها سنة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وينه التطرف وينه التطرف ده الدين نحن لا بتعين تفجيرات لا بتعين تكفير زي ناس التكفير والهجرة إلا من كفره الله ورسوله من أجل قائم على الدليل من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قائم على الحجة وعلى البينة وعلى المجادلة بالتي هي أحسن وهذه محاضرات ومناظرات وحلاقات إخوانا من دعاة التوحيد تشهد على هذا الكلام ما اعتدين على زول بيدنا بيدنا فاضح أبدا خلينا نفجر ولا نكسر أشان يتهمون يقول هذي المطرفين المطرفين هم العلمانيين المطرفين هم الشوعين المطرفين هم الإخوان المسلمين المطرفين هم السرورية ناس عبد الحيوسف ودكتور محمد علي الجزولي ما سمعته ما سمعته قال التفجيرات عمل مشروع وصاحبها في أعلى عليين قال وهي أن يأخذ حساما ناسفا وبو يفكه ده منهجنا نحن نحن عندنا حجة بنفكة بو أقوى من التفجيرات كلها ده المنهج بتاعنا أهدى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد